بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أنا دكتور سوسا ناجي التميمي في هذا الفيديو الذي سيكون الحلقة رقم أربعة من حلقات التصلب اللويحي أريد أن أحدثكم عن علاقة التصلب اللويحي بالحمل علاقة التصلب اللويحي بالحمل هل هناك علاقة؟ هل يستاء هذا المرض خلال فترة الحمل؟ هل يتحسن؟ هل ممكن أن يكون الحمل من الأسباب التي ستؤدي إلى الانتكاسة؟ الشيء الثاني والمهم يعني معرفته المرض هذا أكثر في رجال أم في النساء؟ المرض هذا أكثر في النساء يعني ممكن أن تكون ثلاث نساء يقابلها رجل واحد إذن هذا المرض سيكون أكثر في ماذا؟ أكثر في النساء يعني يقال بأسباب بسبب أسباب هرمونية وغيرها من الأسباب ولكن من أحد الأسباب التي أراها أنا يعني هكذا يعني بناء على قراءة في هذا الموضوع أنا ألاحظ أن أغلبية النساء تكون تعاني من نقص الفيتامين دال أكثر من الرجال لقل تعرض النساء للشمس تمام؟ فتلاحظ أن نقص الفيتامين دال يكون في النساء أكثر من الرجال وأنا أعيد وأزيد تمام؟ يعني بكل الفيديوهات أعيد هذه الجملة حذاري من نقص الفيتامين دال حذاري من نقص الفيتامين دال فلابد من الانتباع يعني المرأة التي مثلا تحمل ويكون نسبة الفيتامين دال عندها 25 أريدها أو 30 أريدها بعد الحمل تذهب وتقس نسبة الفيتامين دال ستلاحظ أنه قل نسبة الفيتامين دال يعني أشياء كثيرة طيب المرأة هذه المرضعة صح؟ المرأة المرضع سترضع الطفل يكون نسبة الفيتامين دال يعني نسبة معينة بعد فترة الإرضاع أريدها أن تذهب ستلاحظ أنه فيتامين دال قل إذن لماذا لا يكون السبب هو ارتباط هذه الأشياء وارتباط هذا الجنس الأنثوي بنقص الفيتامين دال بدل من أن نعزو هذا المرض لأسباب هرمونية طبعا المرض هذا قيد الدراسة يعني هناك دراسات لا حصر لها في هذا المجال يعني هذا المجال صار يعني معروف جدا وصار له هناك أبحاث كثيرة بخصوصة رغم أنه المرض يعني مرض قديم مرض قديم جدا ولكن يعني لم تكن هناك علاجات لم يكن هناك اهتمام لم يكن هناك تثقيف بالتالي لم يكن معروف هذا المرض طيب الحمل الحمل بالنسبة للتصلب اللويحي سيؤدي إلى ماذا؟ سيؤدي إلى تحسن الحالة خصوصا في الثلاثة الأشهر الأخيرة من الحمل إذن الحمل ماذا سيكون؟ سيؤدي إلى تحسن الحالة ولن يؤدي بإذن الله إلى انتكاس الحالة ولكن أنت لا تضمن مئة بالمئة عدم انتكاس الحالة لا تضمن مئة بالمئة عدم انتكاس الحالة ولكن الإحصائيات أثبتت بأنه يعني بالذات في الثلاثة الأشهر الأخيرة من الحمل تقل نسبة الانتكاسة لماذا؟ لأنه كما ذكرنا هو عبارة عن مرض مناعة ذاتية وأنت عندما تعالج هذا المرض العلاج هو ماذا؟ عبارة عن علاج تثبيطي للمناعة عبارة عن علاج تثبيطي للمناعة أنت ستقول لماذا تدمر عن انتشرت الكثير من القنوات الطبية التي يتحدث فيها كثير من الأطباء عن الأطباء الآخرين ويصف الأطباء الآخرين بالغباء يعني يقول لك لماذا هذا الطبيب يقوم بتثبيط مناعتك طيب أعطني حلا أعطني حلا حتى أنقض هذا المريض من مناعته نعم أنا ذكرت في الفيديوهات السابقة أهمية البحث عن الحلول قبل تثبيط المناعة ولكن هذا الشخص دمر مناعته بالتدخين دمر مناعته بالسهر دمر مناعته بنقص فيتامين دال دمر مناعته بالتغذية الخاطئة دمر مناعته بالسمنة الزائدة دمر مناعته بعدم ممارسة رياضة دمر مناعته بكل ما يمكن من ملوثات ومعلبات طيب هذا الشخص أتى إلي مناعته مجنونة ماذا أستطيع أن أفعلها أنا؟ أتركه ليوشل؟ خلاص المناعة الآن مدمرة أنا تحدث في فيديو سابق أن أنت لابد أن تنتبه لبيتك قبل أن ينهد إذا انتبهت لبيتك قبل أن ينهد هنا الموضوع سهل للغاية لكن بعد أن ينهد البيت وينهى البيت وينهار هنا الموضوع صعب الموضوع صعب والموضوع الصار بحاجة إلى هذه العلاجات التي تتحدثون عنها يا من أيديكم في الماء البارد تتحدثون عنها أنها ضرب من الجنون لا يجب عليك أيها المريض إذا كانت حالتك شديدة أنه تصلح كل ما أفسدت بالإضافة إذا احتجت إلى هذا الدواء لابد من أخذه ولابد من دفع الضريبة حتى إذا تأثرت هذا أنت يعني يدعك أو كتوافعك نفخ يعني أنت الآن أنت السبب في كل شيء لذلك لابد أن تدفع الثمن إلى درجة أنه ناس مصاب بالتصلب اللويحي والطبيب يقول له أنت يعني مارس رياضة لا يمارس توقي ترك التدخين يظل يدخن طيب ماذا أفعل لك؟ أنا كطبيب ماذا أفعل لك؟ يعني ما الذي أستطيع أن أفعله؟ هذا شيء قرار أن تتخذه إذن الحمل المرأة التي تريد أن تحمل لابد أن تراجع أثناء استخدامها للأدوية لابد من الانتباه لا نريد حمل أثناء استخدام الأدوية أبدا لأن أغلبية الأدوية تيراتوجينيك ما معنى تيراتوجينيك؟ أن أدوية تؤدي إلى تشوه الأجنة بالذات هناك أدوية يعني شديدة القابلية لتشويه الأجنة هذا يعني لابد من الانتباه أن الأدوية هذه لابد من الانتباه أن هذه المرأة لا تحمل خلال هذه الفترة خلال فترة الدواء وبعد التوقف عن الدواء بستة أشهر كذلك لا تحمل كذلك لا تحمل لماذا؟ حتى تضمن سلامة الجنين بإذن الله بعد انتهاء الانتكاسة لا بد أن تذهب إلى الطبيب وتخبره بأنها تريد أن تحمل حتى يعمل خطة يعني قبل أن تحمل لا بد أن تذهب للطبيب يعني قبل أن تحمل بماذا؟ بسنة يعني تخيل لهذه الدرجة يعني هناك خطة هناك برنامج الطبيب يريد أن يجعلك تمشي عليه لا تذهب إلى الطبيب وأنت حامل ما الذي بإمكانه أن يفعله لك؟ فلا بد من الانتباه لهذه النقطة وأن تراجع الطبيب طبعا الآن بإذن الله مارت مرحلة الحمل بعد ثلاث أشهر يعني الدراسات بعد ثلاث أشهر من الحمل يقول لك أنه الانتكاسة ترجع بعد ذلك يعني مثلها مثلها قبل الحمل هذه ما تحدثت عنه الدراسات إلى حد الآن بالنسبة للإرضاع كانت بعض الدراسات يعني الدراسات دائما تعتمد على ماذا؟ على إحصائيات يعني يأتوا بعدد من الأشخاص وتكون observational study شمعناه observational study معناته يعني يعني دراسة ملاحظة أنا أأتي بألف واحد وأنظر ماذا صار بالألف الواحد هذول أأتي بكل ما كانت العينة كبيرة كل ما كان صحة الدراسة أقوى بالتالي ممكن أنت في سنة كذا كذا تأتي بدراسة بعد سنة تعكس هذه الدراسة ممكن أن تأتي وبالتالي هنا أنا دائما يعني أقول بأنه يجب على الطبيب أن يكون لديه حكمة لا يعتمد فقط على الآن أي طبيب يعمل أي شيء يقول أنا بناء على آخر صح الغايدلاين مهمة صحير وستحميك كطبيب يعني الغايدلاين ستحمي الطبيب أنه أنا بناء على ماذا على جمعيات متخصصة بهذه الأمراض يعني شيء أنا ما ما أتيت به من رأسي ولكن لابد أن يكون هناك حكمة الطبيب لأنه هذا الغايدلاين سيحميك صحيح ولكن ممكن أن يضر أحيان مريضك فإذا كانت حكمتك أنت كطبيب تتعارض مع الأبزروفشنال ستدي التي يعني نتج أنها هذا يعني الأبديتين بهذا الغايدلاين أنت راه يعني غير منطقي فلا لا تمشي لا تطبقه على مريضك إذا كنت غير مقتنع به أنا هذه صراحة يعني وجهة نظري أنه ليس كل ما يأتي والدليل على ذلك أنه دائما يقول لك ما هي الغايدلاين الحديثة إذن أنت لم تعد تؤمن بالغايدلاين القديمة طيب كيف كانت مقدسة لديك قبل سنة هذه الغايدلاين والآن تقول أنا يعني هذه الغايدلاين قديمة لا أعترف بها لماذا كنت أعترف بها قبل سنة بالتالي حتى الغايدلاين لا بد أن تخضع لحكمة الطبيب ولقرار الطبيب الطبيب هو الذي يقرر والطبيب هو الذي سيعرف مصلحتك وهو الذي سيختار لك المناسب بالتالي لا بد من الانتباه لهذه النقطة وأن لا تتسوق بين الأطباء يعني أنت اختر طبيبك قبل أن تذهب لطبيب معين لا بد أن تعرف من هو يعني يعني تجارب ناس آخرين تعالجوا عنده ملتزمين بالعلاج بعد ذلك تثبت عند هذا الطبيب أما أن تلعب يعني كل أسبوع عند طبيب كل شهر عند طبيب هذا سيضيعك ويضيع التشخيصك ويضيع كذلك حتى نقودك فلابد من الانتباه لهذه النقطة في الأخير أتمنى أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجراس ليصلكم كل جديد وكذلك الإعجاب بالفيديو حتى يصل إلى أكبر عدد من المشاهدين وفي أمان الله ترجمة نانسي قنقر